في خبر آخر سطرت المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر 2044 مركز امتحان ضمن قطاع الاختصاص حيث تم تسخير دوريات راكبة ورجلة تسهروا على ضمن الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور خاصة عبر الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمراكز الخاصة بالامتحانات كما تم تسخير تشكيلات أمنية لنقل مواضيع الأسئلة وإعادة أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع